بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان محاسبة النفس لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلقاؤنا في هذه الليلة حول موضوع لا يستغني عنه أحد من المسلمين أبدا موضوع يحتاجه العالم وطالب العلم والعامي والمتعلم بل الصغير والكبير كلهم يحتاجون إليه والسبب في ذلك أن هذا الموضوع هو سبب لصلاح قلوبنا واستقامتنا على دين الله تعالى فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش فيها ما شاء الله أن يعيش ويتنقل فيها ما شاء الله أن يتنقل وهو في حاجةٍ مع ذلك إلى أن يرتقي إلى الأفضل والأكمل ولأن النفس إن لم يحاسبها صاحبها فإنها ترجع إلى الوراء وتنزل إلى الحضير وربما شابهت البهائمة بل ربما كانت أردأ من البهائمة إن النفس التي بين جنبيك ينبغي للمسلم أن يقف معها وقفة المحاسبة تلك المحاسبة التي ربما نعملها دائماً مع الشريك إذ نشترك معه في مالٍ أو في شيءٍ من متاع الدنيا فما ينتهي أسبوعٌ إلا ونحاسب ولا شهرٌ إلا ونحاسب ولا عامٌ إلا ونحاسب وما تنفضُّ شريكتنا إلا بعد المحاسبة الدقيقة والمحاسبة أن يقف الإنسان ينظر إلى رأس ماله هل حصل له الربح أم حصلت له الخسارة وليتبين هل هو في زيادةٍ أم نقصان فإن كان من فضلٍ وزيادةٍ حمِدَ الله وشكَرَه وإن كان من خسرانٍ وضعفٍ استدرك ما مضَى واستدرك ما حدث عنده من النقصان ونسأل من الشريكُ لك حتى تُحاسِبَه إنها نفسُك التي بين جنبيك بل أنت تُحاسِبُ أنتَ فهو يُحاسِبُ نفسهُ التي هو يعيشُ بها ولهذا ربُّنا يقول يوم تأتي كلُّ نفسٍ تُجادِلُ عن نفسها تُجادِلُ عن نفسها فأنتَ تُجادِلُ عن نفسك وهذه المُحاسبة هي التي جعلت أولياء الله تعالى يقفون مع أنفسهم وقفات التأمُّل ويجدون أنَّ هذه النفس في حاجةٍ دوماً إلى المُحاسبة وما يقولُ أحدٌ أنا لا أحتاجُ إلى مُحاسبة وربما كثيرٌ من الناس أغفل قضية المُحاسبة لأنه لم يعرف النفسَ التي معه ولم يدرِ عن صفاتها شيئًا وطبيعتها إن النفس كما قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى إنها تدعُو إلى الطُغيان وتدعُو إلى إثار الحياة الدُّنيا والربُّ الذي خلقَها سبحانه وتعالى يدعُوها إلى خوفِه وإلى نهيها عن الهواء والنفسُ داعيةٌ إلى المهالك معينةٌ للأعداء طامحةٌ إلى كل قبيح متبعةٌ لكل سوء فهي تجري بطبعها إلى المُخالفة النفس تجري بطبعها إلى المُخالفة ولذا أمرنا ربُّنا بمُحاسبتها فربُّنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَالنَّظَرْ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مَا يَصْلِحُ أَنْ يُقَدِّمَهُ الْإِنسَانِ هَلْ يَصْلِحُ أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ بِهُ أَمْ أَنَّهُ لَا يَصْلِحُ أَنْ يَلْقَى رَبَّهُ بِهُ ويقول تعالى سبحانه وتعالى في هذه الآيات لينظر أحدكم ما قدَّم ليوم القيامة من الأعمال أمن الصالحات التي تنجيه أمن السيئات التي توبقه ويقول قتاد رحمه الله تعالى ورضي عنه ما زال ربُّكم يُقرِّب لكم الساعة حتى جعلها كغدٍ ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد إن محاسبة النفس تحتاج إلى وقفات فمن الوقفات التي سنقف معها حقائق حول المحاسبة أولاً قد يسأل الإنسان كيف أحاسب نفسي التي بين جنبي وكيف أقف مع نفسي لأجل أن أحاسبها نجد ثمة حقائق نقف معها ثم ننطلق إلى أمرٍ آخر أولُّ هذه الحقائق أن محاسبة النفس ليس لها مكانٌ معين فلسنا نقول حاسب نفسك في المسجد أو عند الكعبة أو في موطن كذا بل إن كل واحدٍ منا ينبغي أن يُحاسب نفسه في كل موطنٍ توجَّه فيه ويُقصد بتلك المحاسبة أن تُثير على هذه النفس أسئلاتٍ تحتاج إلى إجابة وسنُرِد أمثلةً لتلك المحاسبة التي يجب أن نقف معها ومحاسبتها سببٌ لنجاتها وسببٌ لفلاحها وسببٌ لرفعها وعلو منزلتها وسببٌ لسعادتك دنياً وآخرة ومن هنا كانت محاسبة النفس ليس لها مكانٌ معين الحقيقة الثانية أن محاسبة النفس ليس لها زمانٌ محدد فقد أُحاسب نفسي في الليل أو في النهار أو في الظهر أو في أي وقت أقف معها وقفة التأمُّل أردُّها إلى باريها وأُرجِعُها إلى خالقها وأغرِسُ فيها خوف الله تعالى ومراقبته في الأمور كلها صغيرها وكبيرها من الحقائق كذلك أن محاسبة النفس ليست لطائفةٍ معينة فهي ليست لأهل الصلاح والاستقامة وليست للعلماء وطلاب العلم بل كلٌّ منا يُحاسب نفسه فالكبير يُحاسب نفسه على ما مضى من عمره والصغير يُحاسب نفسه على ما سيُقبل عليه ويقدم إليه أُحاسبها في زمانٍ سيأتيني في المُستقبل وفي أمرٍ سأعيشه غدًا هل سأُصلي لله؟ هل سأختم القرآن؟ هل سأُصلح حالي؟ أم أنني سأبقى على الغيِّ والضلال؟ ثم من الحقائق حول المحاسبة أن المحاسبة من طبيعتها أنها لا تكون أمام الناس بل هي وقفةٌ خفيةٌ مع النفس بين المرء وربه وبين المرء ونفسه لا يطلع عليها أحد قد يجلس الإنسان جلسةً وهو جالسٌ هنا فتفيض عيناه بالدمع ونتساءلهم الذي حدث تذكر ذنبًا قد مضى فبكى عليه تذكر تفريطًا قد مضى فبكى عليه وقفةٌ ما يعلم بها أحد كما حدثت لكثيرٍ من السلف يقول القاسم بن محمد كنت مع ابن المبارك فعجبت من حالها كنت مع ابن المبارك فعجبت من حاله شاع صيته في الناس وقبله الناس والناس يتوجهون إليه زرافاتٍ ووحدانة يسألونه ويعجبون منه فقلت في نفسي بعد ملازمته يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويجاهد ونحمل جاهد ولم نجد مثل هذا القبول وفي ليلةٍ من الليالي قُدم طعامًا لنا فانطفأ السراج فبحثنا عنه ساعةً لنصلحه قال فلما أولع السراج نظرت إليه وإذا عيناه تذرفان بالدمع تذرفان بالدمع ما الذي حدث فقلت له يا ابن المبارك ما خبرك قال تذكرت الوقوف بين يدي الله وتذكرت ظلمة القبر فدرفت عيناي بالدمع فقلت في نفسي بهذا ارتفع ابن المبارك بمحاسبة النفس يقف الإنسان معها وقفة التأمّر ووقفة الإصلاح لها فإنها إذا تركت ظلت وانحرفت وذهب التهيم في كل واد شهوات وشبهات وفتن أحدقت بنا من كل جانب ويصبح الإنسان بعدها ينطلق بقلبه يمنةً ويسره وما يرجع نفسه حق الرجوع عجباً حين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسم وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يقول أنس بن مالك سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه لما دخل حائطاً وما عنده أحد وقف مع نفسه يناديها ينادي نفسه قائلاً وهو موبخاً لها والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله تعالى إن لم تكن على تقوى وصلاح فالويل لك يا عمر من عذاب الله تعالى نجد سأذكر صوراً من قضايا المحاسبة في حال السلف أمرها عجيب قبل أن أنقلق للصور ما مثال الأشياء التي نحاسب أنفسنا فيها وماذا يحدث لنا نحن في حاجة إلى محاسبة النفس حول نعم الله تعالى علينا أليس الله أنعم علينا نعماً كثيرة وربنا يقول وإن تعد نعمة الله لا تحسوها ونتساءل هذه النعم التي أعطانا الله إياها كم قلوبنا في غفلة عنها أليس ربنا حين يذكرنا في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ما كنا شيئاً بالأمس والآن وجدنا في هذه الحياة الدنيا ويذكر ربنا أنه خلقنا من نطفة أم شاج نبتني فجعلناه سميعاً بصيراً الله أعطاك السمع أعطاك البصر هل أنت ممن استعملها في طاعة الله تعالى أم أنه ممن أطلق بصره في قنوات يبحث عن أمور محرمة يقول أنه يلذذ نفسه برؤيته ويسعد بتلك وما علم الإنسان أنه سيحاسب على هذا البصر أليس ربنا يقول ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولاً هل أعددنا لذلك السمع والبصر جواباً حين نطلق أسماعنا في سماع الزمر والطرب كم من المسلمين إذا أراد أن ينام بحث في المذياع عن أحسن أغنية يريد أن يختم نهاره بها وليله بها ومن الناس من يسهر على النظر إلى الحرام فيضيع وقته فيما لا يستفيد منه هذه نعم هل نحن صرفناها في طاعة الله حاسبنا النفس وربما نجد لفتاة عظيمة في الشرع تدعونا إلى قضية المحاسبة وإلى الوقوف معها وقفة التأمل حتى نستفيد دنياً وآخراً نتساءل فنقول لماذا شرع لنا زيارة المرضى أليس لنذكر نعمة الله تعالى علينا بالصحة دخلت المستشفى فرأيت شخصاً يئن وذاك مكسورة رجله وآخر في العناية وأنت ترفل في نعمة وعافية احمد الله الذي لم يصبك بشيء قف مع النفس الله أعطاك هذه الحواس وأنعم الله عليك بها أينيق أن ترجع من ذلك الموضع تستعملها في المعاصي لا وربي يليق بك أن تقف مع هذه النعم محاسباً لنفسك استعملها في مرضات الله تعالى نتساءل فنقول لماذا شرعت لنا زيارة المقابر أليس لمحاسبة النفس؟ نحاسب النفس أولئك حيل بينهم وبين ما يشتهون والله لو سئلوا ما تتمنون بعدها ما تتمنون يا أصحاب القبور قالوا نتمنى أن نخرج فنسلِّ لله ونسجد لله سجدةً واحدة أنت تخرج من المقبرة ما حالك معه؟ هل أنت ممن تذكر الآخرة؟ هل أنت ممن رجع إلى ربه تائباً؟ أم أنك رجعت إلى غيِّك فما استفدت شيئاً من ذلك؟ إن ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا مع العبادات ومع نعم الله تعالى علينا ومع غيرها من الأمور نتفكر في محاسبة أنفسنا مع العبادات نحن صلينا هذه الصلاة وهي صلاة المغرب هل صليناها خالصةً لوجه الله تعالى؟ هل اتبعنا فيها محمدًا صلى الله عليه وسلم تأسيًا؟ هل صلاتنا تنهان عن الفحشاء والمنكر؟ هل ازددنا بها رفعةً عند الله تعالى؟ أم أنها تمر علينا الصلاة فما ندري عنها وما ندري سوى حركاتٍ نؤديها فما ترفع لنا منازل نتفكر في تعاقب الليل والنهار منذ دقائق كان النهار بنا مشعن والآن ذهب النهار وجاء الليل هل نتدبر ذلك التحول والتغير للكون؟ أن ذلك دليلٌ على زوال الدنيا بأكملها؟ وإذا زال النهار بكله والشمس بأشعاتها تحولت؟ أليس دليلًا على زوالك أنت أيها الصغير الضعيف؟ وإلى الله المشتكى ربنا حين يعطينا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم إنها آياتٌ لأولئك الذين يحاسبون النفس ويستفيدون من تلك المحاسبة نتساءل فأقول لأحبتي هل تفكرنا مع أنفسنا؟ تفكراً وتأملاً كثيرٌ منا رزقه الله ومنَّ عليه بالصلاح والاستقامة ومعرفة الحق هل حاسبنا أنفسنا وأدَّينا ضريبة تلك الاستقامة؟ وهل قدَّمنا للإسلام شيئًا؟ فقمنا ننصح ونُوجِّه وندعُو إلى الله تعالى أم أن صلاحنا أصبح ذاتيًّا؟ ما دورنا في أقالبنا؟ ما دورنا في جيراننا؟ ما دورنا في زملائنا في العمل؟ وزملائنا في الدراسة وغيره؟ ما الذي قمنا به خدمةً للإسلام؟ هل حاسبنا النفس؟ أم أنها تمضي علينا سنةً وسنتين وعشراً؟ ما خدم الإنسان دينه بشيءٍ واحد؟ ومع ذلك لا نجد للمحاسبة تأثيرًا عليناً لعل السبب أن كثيرًا من الناس أغفلوا قضية المحاسبة أشد الإغفال يقول الإبنان ابن القيم رحمه الله تعالى يجب على المسلم أن يحاسب نفسه على الفرائر وهي الواجبات فإن تذكر نقصًا تداركه إما بقضائه أو بإصلاحه يجب أن نحاسب نفسنا ثانياً على المناهي والمعاصي فإن كنا ممن يعملها تداركنا النفس بالتوبة وبالاستغفار وبالحسنات الماحية يجب أن نحاسب أنفسنا ثالثًا عن الغفلة كم غفلت قلوبنا عن الله تعالى ونتداركها بالإقبال على الله وبالأعمال الصالحة يجب أن نحاسب أنفسنا على ما عملناه وقدمناه كلمةً ألقيناها رجلًا مشت في معصية يدًا بطشت في معصية فنتدارك تلك بالتوبة الصالحة النصوح ويقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى ويجب على المحاسب أن يعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان الديوان الأول لما فعلت هذا الفعل ولما عملته والديوان الثاني كيف فعلته قال فالديوان الأول والسؤال الأول مرتبطٌ بقضية إخلاص النية لله تعالى والديوان الثاني هو سؤال المتابعة هل أنا تأسيت بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم أم لا أليس ربنا يقول فوربك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون والله يقول يسأل الصادقين عن صدقهم يقول الإمام بن القيم رحمه الله فإذا سئل الصادقون عن صدقهم وحوسبوا فما الظن بحال الكاذبين فإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسباً على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال ربنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً قال فهو حقيقٌ أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش يوم الحساب أقول لأحبتي أمور المحاسبة مواضيعها شتى ومتنوعة وكل جانب من جوانب حياتنا هو محاسبة أتأمل موقفاً لأحد السلف وعجباً من حاله دخل بعض الصالحين إلى مكان ليقتسب فأخذ من الماء وهو لا يدري وكان الماء حاراً فصب على رأسه فوجد حر النار حر الماء فذرفت عيناه بالدمع فقيل له قال تذكرت قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم فذرفت عيناي بالدمع صببت ماءً حارًا فتأثرت فتذكرت يوم القيامة حين يصب من فوق رؤوسهم الحميم فكان لذلك أثراً على نفسه ونجد المسلم يتذكر بتقلب الأحوال وتغيرها تقلباً عجيباً عجباً لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رأى قوماً لما دخل المقبرة وهذه حال كثير دخل في جنازة فإذا بقوم هربوا من الشمس وتوقّوا الغبار ولثموا أنفسهم من غبار القبر فبكى عمر بن عبد العزيز ثم أنشد يقول من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثة ويألف الظل كي تبقى بشاشة فسوف يسكن يوماً راغماً جثثاً جثثاً يعني قبراً في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت افثرى في غمها اللبثة تجهز بجهاز تبلغين به يخاطب النفس تجهز بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثاً ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتأسف حين مات على ضماء الهواجر وهذا قد دقل عن غيره من كلام من السلف معجباً من حالهم ثم أقول لأحبتي إن من طبيعة النفس أن جعل الله لها ثلاث صفات نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس كذلك لوامة ومرجعها إلى نفس واحد تلك صفات لهذه النفس وهذا هو الصحيح وإن كان اختلف العلم كما ذكر الإمام بن القيم هل الإنسان مركب من نفوس ثلاثة أم أن هذه صفات لنفس واحدة ورجح الإمام بن القيم رحمه الله تعالى أنها نفس واحدة ولها ثلاث اعتبارات فهي نفس مطمئنة وهي تلك نفوس أهل الإمام فإن النفس يقول ابن القيم إذا سكنت إلى الله تعالى واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي النفس التي يقال لها عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية إن النفس المطمئنة هي المصدقة ويقول قتادة اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله تعالى وحقيقة الطمأنينة هي السكون والاستقرار وبناء على ذلك تكون النفس المطمئنة هي التي سكنت إلى ربها وإلى طاعته وإلى أمره وذكره لم تسكن إلى سواه فاطمأنت إلى محبته وعبوديته واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره ولذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله واطمأنت إلى قضائه وقدره ونتساءل أنفسنا هاله أم أنها ليست تلك فإن كانت تلك فاحمد الله تعالى على الخير وإن كانت بغدها فهي الأمارة بالسوء فهي تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات واتباع الباطل ولذلك النفس الأمارة هي مأوى كل سوء وإذا أطاعها الإنسان إنقادت به إلى كل قبيح ومكروه وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها أمارة بالسوء والسبب لأن من طبيعة هذه النفس أنها خلقت بأي شيء جاهلة ظالمة فإذا وجد الجهل والظلم تحولت النفس إلى نفس أمارة بالسوء والصفة الثانية هي النفس اللوامة ولذلك يقول الإمام مجاهد هي التي تندم على ما فاته وتلوم عليه وقد تكلومك على الخير وقد تلومك على الشر فالنفس الأمارة بالسوء هذه شرٌ محن والنفس المطمئنة خيرٌ محن والنفس الأول اللوامة قد تلومه على فوت طاعةٍ وقد تلومه نعوذ بالله على فوت معصية يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل نفسٍ تلوم نفسها يوم القيامة تلوم المحسن نفسه أن لا يتكون ازدادة إحساناً وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته وقد تكون النفس في وقتٍ واحدة أمارةً بالسوء ولوامةً ومطمئنة يعني قد تكون في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة قد تنطبق عليها تلك ويقول إن علاج النفس الأمارة بطريقين طريق الأول هي محاسبتها والطريق الثاني مخالفتها مخالفة النفس فيما كانت فيه هو دليل العلم ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في قضية المحاسبة لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه في كل عملٍ عملي ماذا أردت بهذا العمل وماذا أردت بتلك الأكلة وماذا أردت بهذه الشربة وأما الفاجر فإنه يمضي قدماً لا يحاسب نفسه أبداً ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم الذين لا يستهدون يقول ميمون بن مهران رحمه الله ورضي عنه لا يكون العبد تقياً ولا يصل مرحلة التكوى حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه وكذلك يقول ابن ميمون بن مهران إن التقية أشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصر ومن شريك شحية وكانت محاسبة السلف أمرها عجيب يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله ينصحه ويدله على المحاسبة حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا وإلى الغبطة ومن ألهته حياته وشغله هواه عن المحاسبة عاد أمره ونهايته إلى الحسرة وإلى الندامة يقول العلم في أمثلة المحاسبة من أمثلتها قالوا أن يحاسب الإنسان نفسه في جوارحه السبعة في العين وفي الأذن وفي الفم وفي اللسان وفي الفرج وفي اليد وفي الرجل فيقول هذه السبعة هي مراكب العطل والنجاة منها يكون بمحاسبتها لأن هذه السبعة هي الطريق لجمع السيئات والمعاصر فإذا حاسبت نفسك في كل عضو منها فإنك تنجو يوم القيامة ويقول بعض أهل العلم ننتقل إلى بعض أهل العلم يقول إن المحاسبة تنقسم محاسبة النفس نوعاناً نوع قبل العمل ونوع بعد العمل فالنوع الذي قبل العمل أن يقف الإنسان مع همه وإرادته ولا يبادر إلى العمل إلا بعد رجحانه يعني أن رجحانه خير له من تركه والأمر الثاني في محاسبته هل هو أخلص نيته لله فيه أم أنه عمله لغير وجه الله تعالى لما جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أوائر من تسعر بهم النار القارئ الذي أعطاه الله حسن صوته وأصبح الناس حوله يلتفون هنا وهناك وإنما قرأ لأجل أن يقال قارئ وكان من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة فيعجب الناس يذكره الله بنعمته عليه جعله الله حافظاً لكتابه هذه نعمة من الله وأعطاه الله حسن صوت نعمة من الله وربط الناس والتف حوله نعمة من الله فيذكره قال قرأت القرآن فيك قال كذبت إنما قرأت لأجل أن يقال قارئ فقد قيل ثم يلقى في النار وذاك الرجل المجاهد وذاك الرجل الذي أنفق ماله وكان ليقال جواد وليقال جري فقد قيل وسعرت بهم النار لما ذكرت لنا تلك لنحاسب أنفسنا نحن علنا أن لا نكون من هؤلاء القوم ولذلك يقول حسن البصر رحمه الله تعالى رحم الله عبداً وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر همه وعزمه القلبي يقول بعض السلف في شرف هذا الكلام إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف المسلم معه وقفات الأول هل هذا الذي سأقدم عليه أستطيعه أم لا فإن لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه وإن كان مقدوراً له وقف معه الوقفة الثانية هل فعله خير من تركه أم لا فإن كان فعله خير من تركه فعله وإن كان تركه أو لا تركه الوقفة الثالثة هل الباعث على العمل إخلاص النية لوجه الله أم أنه يريد جاهاً وثناء الخلق عليه فإن كان خالصاً لوجه الله أقدم وإن كانت نفسه تريد عرضاً من الدنيا تأخر إلى غيره قيل إن وروي في الأثر أن عمر بالخطاب رضي الله عنه صعد على المنبر يوماً ليخطب ثم نزل فما تكلم فقيل له ما لك يا عمر قال أعجبتني نفسي فأردت أن أؤدبها فجلست وما أردت أن أحدث الناس بشيء هذا يدل على المحاسبة النوع الثاني من المحاسبة محاسبة بعد العمل ومحاسبتها بعد العمل بأمور أولها محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله تعالى والطاعة التي هي حق لله يكون فيها ستة أمور الأمر الأول إخلاص العمل لله تعالى الثاني النصيحة لله تعالى الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الرابع شهود الإحسان مشهد الإحسان حيث أن الله هو الذي هداك وهو الذي وفقك وهو الذي جعلك مستقيماً وهو الذي رزقك علماً وهو الذي أعانك على حفظ كتابه كله المنة من الله تعالى ليس منك شيء كذلك شهود منته سبحانه وشهود تقصير العبد في حداء حق الله تعالى فيه ونقول من الأمور التي ينبغي أن نعلمها بعنصر آخر هناك أسباب لعدم المحاسبة أسباب لعدم محاسبة النفس من هذه الأسباب أولاً إنها المعاصي التي رادت على قلوبنا أسألكم أحبتي هل من أحد وقف مع نفسه وقفة التأمل كما وقف أحد السلف وقفة التأمل مع نفسه فلما وقف وإذا عمره ستين سنة ثم قال لنفسه لو لم أذنب في كل يوم إلا ذنباً واحداً كنت قدمت على الله بأكثر من واحد وعشرين ألف ذنب يوم القيامة فكيف بي أذنب في اليوم عشرات الذنوب فبكى وبكى رضي الله عنه نتساءل مع أنفسنا وقفنا معها كم من معصية وقعت منها وكم من زلة حدثت وكم من نظرة محرمة وكم وكم وقفنا مع النفس نقف معها وقفة التأمل أم أن المعاصي غالت على القلوب وحالت بيننا وبينها وأتساءل أحبتي كم من الناس يسهرون إلى قريب الفجر جلسات لبعض من الأخيار يسهرون على شوي أو استراحات أو لعب كرة أو غيره ثم تضيع عليهم صلاة الفجر ما دروا عنها نمطلق يوم الخميس ويوم الجمعة بعد الفجر أو في صلاة الفجر فما نجد في المسجد إلا قليلا من الناس أين هم؟ أين نحن؟ من محمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه الذي حاسب نفسه محاسبة دقيقة حين قال صليت لله ستين سنة ستين سنة ما فتتني صلاة الجماعة فيها إلا مرتين وإلى أن مات وهو يبكي على فقد تلك الصلاتين ويقول ووالله كأني ما صليت تلك الصلاتين وقفة المحاسبة مع أناس يسهرون على قنوات يقلبون الطرف هنا وهناك يجمعون سيئات ومعاصي كيف يحاسبون أنفسهم هؤلاء ونحاسب أنفسنا فنقول كم هي البيوت التي تخلو من الزمر والطرب من أندر الناس بيوتا لا يوجد فيها زمر وطرب يقول أحد السلف محاسبا إني لأذنب الذنب فأجده مباشرة في خلق زوجتي وفي دابتي تلك المحاسبة الدقيقة التي توجب للمسلم أن يعلم أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا بذنب ولا تفوته صلاة الجماعة إلا بذنب وما يتأخر عن مجلس إيمان وصلاح وتقوى إلا بذنب كان بعض السلف يقول إذا حدث عندي شيء من التقسير في طاعة الله فاتشت في يومي الذي أنا فيه فأجدني قد عصيت الله في هذا العالم قد يكون نظرة محرمة قد يكون مجلس غيبة ونميمة قد يكون وقد يكون فتش في اليوم نفسه ستجد أن عندك ثمة تقسير ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يذنب الذنب فيحرم به الرزق فلا يحدث له من الوسائل التي جعلتنا لا نحاسب أنفسنا إنه التوسع في المباحات وفي الشهوات ونتساءل فنقول أحبتي كم هي الشهوات التي حولنا أحاطت وأحدقت بالقلوب فأشربت كان الناس بالأمس لما كانت مساجدهم الطين وفرشهم الحصير وزادهم نوعاً واحداً ونوعين كانت قلوبهم أصلحة وأحسنة من حال الناس الآن توسعت على الناس الدنيا فأشربت وأخلدت لها وأصبحنا أقولها كلمات حق أصبحت محلات ضخمة للتحف وما من بيت إلا ويوجد فيه دولاباً توضع فيه الزهور يمنة ويسرة وتمّلت بيوتنا بأوالي كثيرة ويقدم الطعام بأصناف شتة ربما لو قدم الغداء تعده سبعة أصناف ثمانية والعشاء كذلك والإفطار أنواع شتة ثم تجد الناس تقبل الإجازة على الناس فانطلق إلى محلات السفر والسياحة وأوقات الإجازات هنا وهناك الناس ينطلقون شهوات أشربت القلوب فجعلت النفس تشتاق وتطير يمنة ويسرة دون أن ترجع إلى باريها وكم يحدث عند الناس من التغيير في رمضان وفي غيره الناس يغيرون فرشهم ومنازلهم وبيوتهم وغيره وما تجده يتغير ما في قلبه أبداً ولا يبحث عن تجديده لو كنا نجدد الإيمان في قلوبنا ونحاسب النفس محاسبة ونحاسة دقيقة لكان في ذلك خيراً لنا دنياً وآخراً من الوسائل من الأسباب عدم استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى والاطلاع على قدرته وربنا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبرته يوم القيامة أليس الله يقول ألم يعلم بأن الله يراه؟ إن الله كان عليكم رقيبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والنبي صلى الله عليه وسلم حين يذكرنا بالحديث الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تلك المحاسبة للمرأة التي كانت تبيع اللبن وقالت لابنتها انظري هل عمر جاءنا وتريد أن تزيد اللبن قليلاً من الماء ومعها ابنتها الصغيرة فقالت لها ابنتها الصغيرة ابنتها الصغيرة قالت لها يا أمه أين رب عمر الذي يطلع عليك؟ فتابت لله توبة وكان أحد السلف ذكر من لطائف أنه أعطى بعضاً من تلامدته طيوراً قال اذبحوا كل واحد منهم طيراً قال اذبحوا حيث لا يرك أحد فكلهم ذبحوا إلا شاباً فجاء بالطائر لم يذبح قال ما لك؟ قال لم أجد مكاناً أذبحه فيه لا يعلم به أحد قال كيف ذاك؟ قال ربي يعلم ويراني قال فعجبت من مراقبته لربه قال ولذلك عدم استشعار هذا الأمر كان سبباً لعدم المحاسبة من الأسباب تزكية النفس وحسن الظن بها أقول لأحبة وقفة وهي سأذكر من الأسباب التي تعين على المحاسبة نحن في واقعة يزكي بعضنا بعض ونظن أقولها كلمة حق نظن أن الصلاحة والاستقامة هو في إعفاء اللحية وتقسير الثوب وأين نحن من سلفنا رحمهم الله تعالى الذين كانوا الذين كانوا يعملون الأعمال الكثيرة العظيمة ومع ذلك يبكون عند الوفاة أبو هريرة وأبو الدردة وجابر بن عبد الله وغيرهم ينزل بهم الأجل ويذكرون بالله تعالى وهم يبكون ويقال لهم عملتم وعملتم وجهدتم مع رسول الله فيقول والله ما أدري ما قدومي على الله تعالى وأعوذ بالله من صبيحة يوم إلى النار وعمر بن العاص لما نزل به الأجل كان أبنه عبد الله يذكره جاهدت مع رسول الله وصحبت رسول الله وعملت وعملت وهو يبكي بكاء مرة ويقول ما أدري ما حالي حين أقدم على ربي ما كانوا يزكون أنفسهم بل كانوا يزرون على هذه النفس ويرون أن مهما قدمت من الأعمال لم تعمل شيئا ومهما عمل من الطعات كثرة فهي لم تقدم شيئا هكذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى أما نحن فنجلس يزكي بعضنا بعضا نحن على خير ونحن على استقامة ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا حتى تضعف النفس فبدلا من أن ترتقي إلى العلوم تجدها تنزل تدريجيا وتضعف أمام تلك أليس الله تعالى ذكر في قوله تعالى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرِق ويخاف قال لا الرجل يصلي ويسوم ويخاف أن لا يقبل الله منه هل نحن حين صلينا المغرب قلنا ربما لا تُقبل صلاتنا صلينا السنة الله أعلم قُبلت منا أم لا حججنا بيت الله الحرام هل قلنا نحن قُبلت حجتنا أم لا ربما لا تُقبل كان أحد السلف رؤية يوم عرفة يُنادي يُنادي وهو من الخيار الصالحين اللهم لا تُرُدَّ الناس بسبب ذنوبه يسأل ربه أن لا يرُدَّ الخلق بسبب ذنوبه فهو معترفٌ بتقصيره ولم يرضَ عن عمله ويعرف أنه مهما قدَّب من الأعمال لم يُقدِّم شيئاً كثيراً وكان لذلك أثراً عظيماً على نفوسهم من الأمور التي جعلتنا لا نُزكِّ النفس ولا نُحاسِبها عدم تذكِّر الآخرة في أغلب أمورنا قلوبنا في غفلة وأجدُ عجباً من حالنا كم من الناس إذا سمِعَ موعِضةً خَرَجَ من المسجد وإذا سمِعَ تذكيراً ما قَبِل ويقول تلك مواعِض نحن نعرفها هي جنةٌ ونار وما عند هذا الشيء وما علم المسكين أن تلك المجالس هي رياض الجنة وتلك المجالس هي حياة القلوب وتلك المجالس ربما تستفيد منها كلمةً تكون سبباً لحياة قلبك ونجاتها وهذا يعطي أن الناس في غفلةٍ عن أمور الآخرة فجعلتهم لا يُحاسِبون النفس وثمار المحاسبة كثيرة أذكر منها سريعاً أولاً أنها تُسهِل على ثمار عدب المحاسبة ثمار عدب المحاسبة أنها تُسهِل على العبد الوقوع في الذنوب والمعاصر وتجعل الإنسان يسهل عليه هذا الأمر ونقول لأحبتي والله ما وقع أحدٌ في ذنب إلا بسبب عدم محاسبة النفس وجُرعة الإنسان على المعاصي لأنه لا يقف مع نفسه وقفة المحاسبة فلما يزن الإنسان ولما يسرب ولما ينظر إلى الحرام ولما يشرب الخمر ولماذا يترك صلاة الفجر لأنه لا يستشعر المحاسبة الحقيقية ومن ثمار عدم المحاسبة أن الإنسان يعصر عليه ترك المعاصي ويعصر عليه ترك البعد عنها وكم من الناس تقول له اتق الله اترك قال لا أستطيع ألفتها نفسه وأحبتها وأشربتها فيصبحوا عليه من ثمارها استثقال الطاعة فكمل الطاعة من الثقل على النفس لأنه هؤلاء لم يحاسبوا أنفسهم وجدت عجباً من حال بعض من السلف حين كانوا يقفون مع النفس وقفة المحاسبة ليس من أنفسهم لوحدهم بل يوجهوننا نحن على ذلك حتى أن عدداً من السلف كتبوا كتابات في الشعر وألفوا ونظموا يحاسبون النفس يخاطبها كأنها أمامه فيا نفسه خاف الله وارجي ثوابه فهادمنا الذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أولني منك رحمةً وعفواً فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقاً جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيفٌ والرجى منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الوراء عليك اتكالي أنت للخلق مهرب وهي التي جعلت جمال الدين يحيى بن يوسف الصرصري ينادي ويخاطب تلك النفس مخاطبةً لطيفة حين كان يقول لها أنا العبد الذي كسب الذنوباً وصدته الأمان أن يتوباً أنا العبد الذي أضحى حزيناً على زلاته قلقاً كئيباً أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخفيها الرقيب أنا العبد المسيء عصيت سراً فما للآن؟ لا أبدي النحيبة أنا العبد المفرط طال عمري ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة أنا الغدار كم عاهدت عهداً وكنت على الوفاء به كذوباً وهي التي جعلت علي بن الحسين ينادي بقصيدته ليس الغريب وهو يخاطب نفسه ويقول ولي بقايا ذنوبٍ لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلم ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسكرني تمر ساعات أيام بلا ندمٍ ولا بكاءٍ ولا خوفٍ ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهداً على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلةً كتبت يا غفلةً ذهبت يا حسرةً بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزني دعنك عذلي يا من كنت تعذنوني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذروني وهنا المحاسبة هي التي جعلت هؤلاء يتحركون تتحرك نفوسهم بشعرهم وبكلماتهم وبأخلاقهم وتعاملهم بل بعبادتهم وصلاحهم وتقواهم ارتفعت نفوسهم وحصل لهم الخير في الدنيا وفي الآخرة جلس أحدهم يخاطب نفسهم وهو يناديها ويعظها أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار وأنت صائرةٌ إلى أحدهم ثم يقول فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهوي وأنت مطلوبةٌ لهذا الخطب الجسير فأراك ترين الموت بعيداً ويراه الله قريباً أما تعلمين أن كل ما هو آتٍ قريب وأن البعيدة ما ليس بآت أما تعلمين أن الموت يأتي بغته من غير تقديم رسولٍ ومن غير مواعدة ثم ينادي تلك النفس قائلاً لها يا ويحكي يا ويحكي يا نفس لو واجهك عبدٌ من عبيدك بل أخٌ من إخوانك بما تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك فبأي حسن جسارةٍ تتعرضين لمقت الله وتتعرضين لغضبه وشديد عقابه أما تغترين بكرم الله عز وجل وفضله وتستغنين بعبادتك وطاعتك مع تقصيرك ويخاطب النفس ويحكي يا نفس لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور فانظر لنفسك فما أمرك بمهمٍ لغيرك ولا تضيع وقتك فإن الأنفاس معدودة فإذا مضى منك نفسٌ فقد ذهب بعضك فاغتنم الصحة قبل السقم والفراغ قبل الشغل والغنى قبل الفقر والشباب قبل الهرم والحياة قبل الموت واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت والحطبة واللباس وغيره ولماذا لا تستعدين لعقاب الله تعالى بالأعمال الصالحة يا ويحكي يا نفس ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسر عليك مفارقتها وأنت مقبلةٌ على مقاربتها على مقاربتها والبعد وتؤكدين في نفسك مودتها فاحسبي أنك غافلة عن عقاب الله تعالى وعن أهوال يوم القيامة كلماتٌ ينادي بها الإنسان يقصي يحرِّك بها القلب يا ويحكي يا نفس أتعلمين أن كلما يلتفت إليك أو يلتف حولك من ملاذ الدنيا ويأنس به أن الموت سيفرِّقه عنك فإنها بعد الموت تكثر الندامة فاحرِصي على العمل الصالح في هذه الأيام فقصارها أيامٌ تذهب وتزود هناك كتب عبد الله البجل وكان عبد الله البجل كثير البكى رحمه الله يقول في بكائه طول ليلة إلهي أنا الذي كلما طال عمري ازدادت ذنوبي أنا الذي كلما هممت بترك خطيئةٍ عرضت علي الشهوات ثم يخاطب نفسه بمخاطباته علَّها أن تفير رحم الله سلفاً هناك وسائل وأسبابٌ تعين على محاسبة النفس أول هذه الأسباب كما قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى أولها معرفة أنه كلما اجتهد الإنسان في محاسبة نفسه في هذه الحياة الدنيا استراح يوم القيامة وصار إلى حسابٍ خفَّ عنه وكلما أهملها اشتد عليه الحساب يوم القيامة وصدق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ثم من الأسباب كذلك أن يعرف المسلم أن ثمرة المحاسبة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الله تعالى وأن خسارة المسلم بسبب عدم المحاسبة دخول النار والحجاب عن الله تعالى وبعده عن ربه من الوسائل كذلك ذكر عددٌ من العلماء سماع أخبار المجتهدين في طاعة الله والحرسين على الأعمال الصالحة فإن الإنسان إذا تذكر أحوال هؤلاء المجتهدين عجب منهم ووجد من حياتهم ما يحث نفسه على المحاسبة يقول حسن البصر رحمه الله تعالى أدركت أقواماً وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيءٍ من الدنيا أقبل ولا يتأسفون على شيءٍ منها أدبر ولا هي أي الدنيا كانت أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطعونه بأرجلكم إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما طواله ثوباً ولا أمر أهله بصنعة طعاماً ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً أدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا جنهم الليل فقيامٌ على أطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم إذا عملوا حسنة فريحوا بها ودأبوا عفي شكرها وسألوا الله أن يتقبلها منهم وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله تعالى أن يغفرها لهم والله ما زالوا كذلك وعلى ذلك والله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة من الله تعالى هذا يدل على أن السلف رحمهم الله تعالى كانت مجتهدين في طاعة الله تعالى أليس أبو الدرداء يقول لولا ثلاث ما أحببت العيش في الحياة الدنيا الضمع لله بالهواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام يقصد به الأخيار ينتقيون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر يقول ومن الوسائل كذلك المعينة للمحاسبة صحبة أهل الإجتهاد وإن كانت هذه عزيزة في واقعنا نحن وكان كثير من السلف يقول إن صحبة أهل الإجتهاد والمحاسبة لها من الأثر العظيم وهنيئاً لمن وجد أقواماً يحاسبون أنفسهم في كل صغير وكبير إذا وجدت المعصية ذكر بعضهم بعضاً وإذا وجدت الطاعة أعان بعضهم بعضاً وهؤلاء هم الأخيار الذين تستقيم حالهم ويقيمون غيرهم من الوسائل كذلك أنها المعينة إنه ذكر الموت وزيارة المقابر والمشو مع أهل الجنائث وهذه أمرٌ عجيبٌ عندنا ونجد الموت نحن في غفلةٍ بعيدةٍ عنها وكم من الناس إذا ذكروا بقضية الموت قالوا أخرجوا فلا تذكرون به قصت القلوب ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول أكثر من ذكر هذه من لذات والحديث رواه الترمذي والنساء وابن ماجه كان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازه قال ناداها قائلاً أغدوا فإننا رائحون إن هذه لموعظةٌ بليغة وغفلةٌ سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل لنا كيف لا نتدبَّر قال الأعمش رحمه الله كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن الجميع وأما نحن فإن نخرج مع جنازة القريب وأحدنا نجد بعضهم يضاحك بعضاً وبعضهم يسأل عن أحوال بعض في أمور الدنيا ومتاعها ومسكنها وغيره ورسولنا يقول كفى بالموت واعظاً كفى بالموت واعظاً من لم يتعظ بالموت فبأي شيء يتعظ إذا كان الأعمش يقول كنا نشهد الجنائز ونا ندري من نعزي لحزن الجميع كلهم حين ينظرون إلى الجنازة وإلى أهلها يحاسبون النفس كل واحد يقول ربما غداً أنا المحمول وأنا الغداً هو المدفون فيتذكر ذلك فيرجع من بعد الجنازة وعمله خير له قال ثابت البنان رحمه الله كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعاً باكياً متقنعاً باكياً من هذا المشهد العظيم والعجب من حال الناس الآن يحضرون الجنائز وبعضهم يضحكوا مع بعض ويلهون ويتذكر بعضهم بعضاً أمور الدنيا وأحسن أحوال الناس في هذا الوقت على الجنائز يبكون على الميت ولو عقلوا حق العقل لبكوا على أنفسهم لا على الميت لأن الموت انتقال لهذا وحزن على فراق الميت لكن موت القلوب أن لا نتدبر وأن لا نستفيد بعد رؤيتنا لهذا الموت جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تشكو قسوة قلبها فقالت لها أكثر من ذكر الموت يرق قلبك وكانت مجالس السلف تعمر بذكر الموت والاستعداد بالعمل الصالح قال أشعث رحمه الله كنا ندخل على الحسن البصر رحمه الله وإذا دخلنا عليه ذكرنا بالجنة وبالنار وبأمور الآخرة وذكر لنا الموت فما نخرج إلا وبقلوب قد تغيرت قال إبراهيم التيمي شيئان قطع مني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله تعالى وكم من الناس قد غفلوا عن هذا السبب العظيم الذي يعين على محاسبة النفس ومن الوسائل التي تعين على محاسبة النفس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمد صلى الله عليه وسلم إذا درسنا سيرته أمره عجيب فما ندري ما نحدث عن حاله كان يقوم حتى تتفطر قدماه ولما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبداً شكوراً كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة وصلى بهم يوماً ولما انتهى من صلاته انطلق مسرعاً فعجب الصحابة له ورجع قالوا ما لك يا رسول الله قال تذكرت في بيتي تبراً يعني ذهباً فأردت أن أنفقه فلا يبقى عندي منه شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبة النفس أمراً عجيباً ذكرنا به أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه جلس تذكر تذكر وحاسب نفسه إما على ذنب قد فرط فيه وإما على طاعة قد عملها وفيها شيء من التقصير وإما تذكر عظمة الله تعالى أو تذكر الجنة والنار ففاضت عيناه بالدمع رجل جلس للمحاسبة فاستفاد أليس من السبعة ذلك الرجل الذي حاسب نفسه محاسبة دقيقة فكانت من نتيجتها تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تلك المحاسبة الدقيقة لهذه النفس من أين أخذناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في حاجة إلى أن نتعرف على عبادته وقراءته للقرآن وقيامه للليل وإنفاقه في سبيل الله ثم نقل أنفسنا بنفسه بأبه وأمه فنجد بيننا وبينه بونا شاسعا كبيرا لا نستطيع أن نكون كمثله وإن كنا أمرنا أن نكون كمثله صلى الله عليه وسلم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن وسائل المحاسبة التي تحقق المحاسبة دراسة السيارة السلف وفي الحقيقة هذا الموضوع وهو محاسبة النفس يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي فيه محاضرة واحدة والسبب لأنه هو حياة المسلم وصلاح قلبه واستقامة بمحاسبة فهو يحتاج إلى سلسلة من الدروس والمحاضرات التي يستفيد منها المسلم في واقعه الذي يعيشه فإذا قرأنا سيار السلف وجدنا عجبة من حياتهم ومما كانوا عليه رحمهم الله تعالى مما كانوا عليه من أمور الصلاة من قصصهم قالوا إن الحجاج نزل مرة في بعض أسفاره بين مكة والمدينة فدعا بغداء الله ورأى رجلا فناداه للغداء فقال له هذا الرجل إني لا أريد أن آكل معك فقد دعاني من هو خير منك فأجبته فقال له الحجاج من الذي دعاك قال دعاني ربي إلى الصيام فصمت هذا اليوم فقال له الحجاج في يوم شديد الحر تصوم قال إني صمت هذا اليوم شديد الحر ليوم هو أشد حرا منه ويوم القيامة قال له الحجاج إذا أفطر وصم يوما مكانه فقال له هذا الرجل أيها الحجاج إن ضمنت لي البقاء إلى غد فإني أفطر معك وأصوم غدا فقال ليس لذلك قال فكيف تسألني عاجلا بآجل إنك لا تقدر أن تعطيني شيئا وهذا يعطينا مثالا لحياة السلف رحمهم الله تعالى وما كانوا عليه ذكروا ذكروا أنه لما احتضر سفيان الثور رحمه الله تعالى دخل عليه أبو الأشهب ودخل عليه كذا البصري وحمد بن سلم فقال له حمد يعني لسفيان يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخاف وتقدم على شيء ترجوه من أعمال صالحة قدمتها سفيان الثوري من العباد رحمه الله وربك هو أرحم الراحمين فقال له رحمه الله سفيان الثوري قال يا أبا سلمة أتطمع لمثل أن ينجو من النار أتطمع لمثل أن ينجو من النار قالوا أي والله إني لأرجو لك ذلك فبكى سفيان رحمه الله تعالى فكانوا يجرون على أنفسهم رحمهم الله تعالى ويقول بكر بن عبد الله المزني لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم إلا أنا فإذا كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من كبار السلف يقول في ذلك الموقف العظيم الذي يباهي الله به عباده يقول ظننت أن الله يغفر للجميع إلا أنا فكانوا مهما قدموا من الأعمال ما كانوا يجلون بها على ربه بل كانوا يقدمونها رغبة في الأجر والثواب ويخشون من عدم قبولها قال المروذي لأحمد بن حنبل رحمه الله كيف أصبح قال كيف أصبح من ربه يناديه بالفرائض ونبيه يطالبه بالسنة وعياله ينادونه بالنفقة والنفس تناديه بالشهوات والشيطان بأداء المعاصي وملك الموت يراقب تلك الروح وملكان يكتبان عليه يكتبان عليه ما يريد أن يقدمه إن المحاسبة النفس لها ثمارٌ عظيمةٌ على العبد بل نقول إن أعظم ثمارها التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وما من إنسانٍ يقلع عن ذنب إلا وقد وقف وقفة محاسبةٍ مع النفس والذنب الذي يكون من الناس إما تفريطٌ في صلاةٍ وعبادة فيقف الإنسان مع نفسه يعاهدها ويقهرها ويلزمها إلى متى أترك صلاة الفجر إلى متى وأنا أفرط في طاعة الله تعالى إلى متى وأنا لا أحرص على الأعمال الصالحة إلى متى وأنا أترك الأمور الواجبة علي فقد يأتيني الأجل وأنا على المعصي فيختم لي بخاتمة السوء ولذلك أذكر قصصاً من قضية وقفاتٍ لطيفة ولعل ذكرتها في بعضٍ من المحاضرات السابقة من الوقفات كان أحد الأحبة وعجبت من حاله كان قبل استقامته مطرباً وكان يجيد ضرب العود حتى أنه في قريته مشهوراً يُحيي لهم لياليهم بالزمر والطرب وكان يضرب العود قائماً وجالساً وعلى جمد ويُحسنه يقول في يومٍ من الأيام فتح المذياع وإذا بالقرآن يُتلى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار يقول فوقفت هذه الآية في نفسي كالصاعقة المجلجلة قلت في نفسي شتان بيني وبين هؤلاء بيني وبين هؤلاء أنا أضرب العود قائماً وقاعداً وعلى جمد وأقوام يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ثم أعلنت توبتي وسبحان الله رجع بعد توبته حافظاً لكتاب الله إماماً لمسجد حسن الصوت وقفة محاسبة هي لحظات قد يوقظ الله فيها القلب فيستقيم على طاعة الله تعالى ولعل ذكرت لكم قصة الشاب الذي كان صاحب مخدرات وفي يوم من الأيام أهدى إليه أحد الأحبة شريطاً عن الجنة والنار ويقول كنت ليلي كله على المعاصي ونهاري في الظلمات نائماً وما كنت أصلي وسبحان الله يرجع في ليلة من الليالي مظلمةً وإذا بيعه الشريط يقول فتحته أسمى وكان مدخنك يقول سمعت وإذا آيات وأولعت سجارتي ثم جاء وارده في النفس كيف تسمع القرآن والذكر وأنت تدخن يقول ألقيت سجارتي ثم جاء الشيطان قائلاً أنت تدخن عند أبيك وأمك فما يضرك هو شريط يقول فأولعت سجارتي وخمس سجائر هذه يطفيها وهذه يُدرها في آخر الأمر يقول قررت أن أستمع ولا أذكر يقول وهو في ظلمة الليل راجعاً قبل الفجر بساعة أو ساعتين وإذا بأسمع عن الجنة والنار وآيات كالصواعق على قلبي ثم درفت عيناي بالدمع وخاطبت نفسي كان اسمه سعود خاطبت نفسي وحاسبتها فقلت إلى أي الطريقين أنت تتوجه وإلى أي المسارين عرفت طريق الجنة وعرفت طريق النار وأعمالك الآن تؤهلك إلى أين وكانت النتيجة بكيت بكاء مرّاً فأعلنت توبتي رجعت آخر الليل ودخلت المنزل ولم أرد أن أدخل مع الباب الرسمي دخلت من الخلف مخافة أن يراني أبي أو تراني أمي وعلي البكاء وجلست إلى أن أذن الفجر ما نامت عيناي أحاسب النفس وأقول لها إلى كم الغفلة إلى متى وترك الصلاة إلى متى والمعصية إلى متى وعدم برّ الوالدين وما إن سمعت المؤذن ينادي حيّ على الصلاة الصلاة خيرٌ من النوم إلا وتوضأت وانطلقت وإذا بوالدي ينظر إلى أين يسعود ذرفت عيناي بالدمع قلت له إني تُبتُ إلى الله هذه ثمرة من ثمار المحاسبة التي يستفيد منها الإنسان وما من توبة أحدٍ إلا بعد محاسبة لكن إلى الله المشتكى لا نحاسب أنفسنا في تفريقنا ولا نحاسب أنفسنا في معاصينا ولا نحاسب أنفسنا في استقامتنا ولا نحاسب أنفسنا في واجبنا تجاه ديننا ودعوتنا ونقل الخير إلى الناس وتبصيرهم ودلالتهم إلى الخير نبقى نرضى عن النفس وفي التفريق ثم نرجع إلى الوراء وثمار المحاسبة كثيرًا فمن ثمارها أن المسلم يطلع على عيوب نفسه وعلى تفريقه وتقصيره يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وفي محاسبة النفس عدة مصالح منها الإطلاع على عيوبها ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالة فإذا اطلع الإنسان على عيب نفسه وعيبها مقتها في ذات الله تعالى ولذلك روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتل قال مطرف ابن عبد الله لولما أعلم من نفسي لقليت الناس يعني لما جلست إلى الناس ثم يقول أحد السلف يقول والله لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلي أحد أبدا ما جلس إلي أحد وكهذا يدل على أنهم كانوا يمقتون أنفسهم ويعرفون ذي عيوبها يقول يونس بن عبيد إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير والله ما أعلم أني في نفسي منها شيء ونتساءل كم أعمال الخير أمامنا فهل هي كلها عندنا يقول محمد بن واسع هو الذي قال لو كان للذنوب ريح والله ما قدر أحد أن يجلس إليه وذكر داود للطاء رحمه الله أنه عند بعض الأمر فأثنوا عليه خيرا فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذللنا لسان بذكر خير أبدا يعني ماذا أثنى الناس علينا إطلاقا ويقول أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاتها كان مغرورا ومن نظر إليها باستحسان يعني من نظر إلى تزكية النفس فقد أهلكها من ثمار كذلك المحاسبة إخلاص النية لله تعالى وإخلاص العمل والبعد عن الرياء والسمعة يقول حسن البصري رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره تأخر ومن ثمار كذلك المحاسبة استشعار المسلم الهدف الذي خلق من أجله نتساءل فنقول هل منا أحد سأل نفسه لماذا خلقت؟ نحن نعلم الإجابة ونقول خلقنا لعبادة الله تعالى ولكن السؤال هل نحن نحقق الهدف الذي خلقنا من أجله أم أن الدنيا أكبر همنا صباح مساء نصبح والدنيا أكبر همنا ونمسي والدنيا أكبر همنا ولذلك جعل الله فقرنا بين أعيننا الأب يصبح وهمه تعليم أبنائه ودراسته وأهمه أن يؤمنوا مستقبلهم كأنه نسوا وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها وكأنهم نسوا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق الطير وهي تمشي في الصباح تخرج من أوكارها ليس عندها ولا حبة وتمشي تمضي في الأرض ما تدري أين تتوجه يرزقها الله من هذا الموضع حبةً ومن ذلك الموضع طعاماً ومن هذا الموضع شيئاً فتعود إلى أماكنها قد بطالاً قد امتلأت حواصبها وهدف الذي خلقنا من أجله إنه تحقيق العبودية فإذا حققنا العبودية كاملةً في شؤوننا كلها والله إننا نكون من أفضل من حاسبنا أنفسنا أليس ربنا يقول آمراً رسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يجب أن تكون دراستنا لله وأكلنا لله ونومنا لله وقيامنا لله وجلوسنا لله وسفرنا لله وإقامتنا لله وكل أحوالنا لله تعالى حتى جعلت أحد السلفي يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة حتى جعلت ذلك الرجل الذي كان من أبعد الناس داراً عن المسجد رضي الله عنه وأرضاه قال له الصحابة لو اشتريت حماراً يقيك حر الرمضة ويقيك الهوام والدواب والأحجار والأشواك في الليل قال ما أحب أن بيتي عند المسجد إني أحتسب ذهابي ورجوعي في ميزان يوم القيامة نتساءل مع أنفسنا هل نحن حين نأتي إلى درس أو كلمة أو محاضرة أو علم وغيره نستشعر في مشينا أننا نمشي في طريق الجنة وفي رجوعنا نستشعر أننا نمشي في طريق الجنة ونحاسب أنفسنا أن نجري من ورائه الأجور ونخلص نيتنا لله تعالى أم أننا قد غفلنا عن ذلك فما ننظر إلا للصلاة والصيام فقط من ثمار المحاسبة أنها تخفف على المسلم الحساب يوم القيامة فلذلك قال عمر بن الخطابق مقالته التي ذكرناها سابقاً حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غداً ويقول الحسن البصر رحمه الله تعالى أيسروا الناس حساباً يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا ويقول الإمام بن القيم وإنما يثقل الحساب على الذين يوم القيامة على الذين أهملوا الحساب في الدنيا فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر وعند ذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ومن ثمار كذلك المحاسبة إنها الاجتهاد في الأعمال الصالحة والتنافس فيها فلما كثرة عند السلف قيام الليل ولما كثرة الصلاة ينقل عن بعضهم أنه كان يصلي في اليوم ثلاثمائة ركعة ينقل عن بعضهم كان رحمه الله يختم القرآن كل ثلاث ويستمر عليه ها هو عمر بن العاص ويقول الإمام بن كثير رحمه الله ثبت عن ثلاثة من الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام إلى أن ماتوا عن سعيد بن المنذر وعن تميم الدار وعن عبد الله بن عمر بن العاص ونتسألوا هل معنى هذا أنهم كانوا فارغين لا شغل لهم وأنهم ليس لهم أولاد وليس لهم ذرية أم أنهم حاسبوا أنفسهم وقصروها على طاعة الله فوجدوا التنافس وعندهم كثرت أعمالهم الصالحة من قراءة للقرآن من قيام للليل من كثرة للصيام من كثرة لذكر الله تعالى كثرة للسجود والركوع هذه ثمرة لتلك المحاسبة التي حاسبوا أنفسهم عليها من أثارها كذلك البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها وقد روي في الأثر أن رجلاً سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الزلزلة فجاء للنبي قائلاً يا رسول الله أولاً نحن محاسبون بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره قال نعم قال كفتني ذرتان كفتني ذرتان دل على أنه سيحاسب نفسه في مثاقيل الذر من الحسنات ومثاقيل الذر من السيئات ويوجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي وأن يخاف من مغبتها ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي بقوم أرادوا أن يصنعوا لهم طعاماً فإن هذا يأتي بقشة وهذا بخشبة وهذا بحطبة صغيرة وهكذا حتى تجتمع وتذرم ناراً قال وكذلك السيئات تجتمع على العبد حتى تهلكه وأما إذا كان الإنسان يحاسب نفسه فإنه لا يوجد عنده من المعاصي من أسباب من ثمار المحاسبة الزهد في الدنيا والإعراض عنها ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس لما دخل عليه عمر بن الخطاب وكان النبي نائماً على حصير جلس النبي فنظر عمر وإذا بأثر الحصير في جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكى عمر قال يا رسول الله كسرى وقيسر على الحرير والدباج وأنت رسول الله على حصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ورضي النبي صلى الله عليه وسلم ببيوتٍ سقفها الجريد والقش ومات رسول الله وربه راضٍ عنه في هذه البيوت الصغيرة حجارةٌ مصفوفة وسقفها جذوع النخل والعريش وزهد النبي في الدنيا كان لباسه ماه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له شيءٌ من متاع الدنيا يتنافس فيه وهذا يعطينا أن محاسبة النفس تدعوها دائماً إلى الزهد وعدم الاشتياق والانطلاب وأقول لأحبتي كثيرٌ من الشباب الأخيار انطلقوا إلى أمور الدنيا وأصبح همهم الدنيا فتحوا محلاتٍ تجاريةٍ ولا تثريب عليهم وانطلقوا لبيعٍ وشراءٍ ولا تثريب عليهم ولكن أصبحت هذه الدنيا يُكبِّر الصلاة وقلبه معلَّقٌ بمحلِّه يُكبِّر الصلاة وقلبه معلَّقٌ ماذا سيربح وماذا سيكسب وضعُف الإيمان عندهم بسبب أن قلوبهم أُشرِبَت الدنيا ولم تُجْكُن الدنيا في أيديهم وإنما في قلوبهم فإذا كانت الدنيا في قلبك فاعلم أن هذا سببٌ لبُعدك عن ربك وتفريطك حتى جرأ بعضٌ من الأخيار إلى شيءٍ من الحرام وتوسعوا فيه ولما نُصِحوا وذُكروا قالوا كل الناس يعمل ذلك أَفَيَلِيقُ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَخْيَارُ يَظْهَرُ عَلَيْهِ سَمْتُ الصَّلَاحِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى أن يجرأ على الحرام وينطلق إلى الدنيا ويُسارِعُ في الحرام ثم بعد ذلك يقول كل الناس نقول رويدك إيمانُك وصلاحُك وتقواك لا يوازِه شيء أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها ويُزهِدُنا النبي في الدنيا حين يقول لا أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريق له أحبُّ إلي مما طلعت عليه الشمس كلها تزهيد في الدنيا وبيان هوانها منها كذلك من ثمارها الاستفادة من العمر كله فإذا كان الإنسان يحاسب نفسه محاسبةً دقيقة فستجد عمره دائماً في طاعة الله تعالى ووقته كله شغله بمرضاته أما إذا كان الإنسان لا يحاسب نفسه فسترى أنه في الطاعة ضعيف وفي العبادة هزيل ويظنُّ كحال كثيرٍ من الناس يُصلِّي العشى ويرجعُ إلى أين ينطلِق إلى قنواتٍ يتفرَّجُ إليها إلى قريب الفجر ثم بعد ذلك ينام ويُصلِّي الفجر ثم بعدها يأتي إلى المسجد يُصلِّي ويُسارِع نسيَ التنافس وملء وقته بطاعة الله تعالى ولمجعُ للعمر هو ضرفٌ للأعمال الصالحة ما يتمُّ ذلك إلا لأهل المحاسبة فتجِد وقتهم كُنَّه مليءٌ بمرضات الله تعالى ومن ثمار المحاسبة كذلك أن صاحبها يُحصِّل السعادة الحقيقية ووالله أسعد الناس دنياً وآخرة إنهم الذين حاسبوا أنفسهم في الحياة الدنيا فتراه ما من عملٍ يُقدِب عليه إلا وقف معه وقفة التأمل هل يرفع منزلة عند الله أم لا وما يُسارِعون إلى عملٍ إلا ووقفوا معه وقفةً محاسبة هل أخلصتُ نية لله تعالى؟ هل تأسَّيتُ فيه بالنبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟ أم أنني أعملُ أعمالًا لا أدري ما ثماره؟ منها كذلك من ثمارها أنك تُراقِب الله تعالى في حياتك كلها فيُصبح الله أمام عينيك فما تُقدِم على عملٍ إلا نظرت هل هو يُرضِي الله تعالى أو لا يُرضِيه؟ هل هو يُحبُّه الله تعالى أو لا يُحبُّه؟ هل هو أمر الله به أم أنه لم يأمر به؟ يقول أحد السلف رحمه الله وقفةً عجيبةً لطيفة في مقفة المحاسبة يقول لو كان كل إنسانٍ كلما عصى الله تعالى جاء لبيته بحجر قال لوجد أن بيتهم تلأ أحجارًا في لحظات وأيامٍ معدودان مما يعطينا أنه أن الناس لنسون وإذ ذلك أقول لأحبتي نسينا ذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا ولو وقف الإنسان مع نفسه تذكر معاصي عملتها ربما لا أذكر إلا خمسًا وستًا أين المعاصي الماضية؟ وأين كل يومٍ تعصي الله؟ والله يقول أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه ثم نجد تسهلنا في حفظ المعاصي ولكن الملكان يكتبان كل شيء ويحصيان على العبد كل أمرٍ قدم عليه وعمله أتأمل عجبًا من عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها فقد جاءها عقبة بن صهبان هنا يقول سألت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله فقالت يا بني هؤلاء في الجنة أما السابق بالخيرات فقد مضى فهو من مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله بالجنة والرزق وأما المقتصد فهو المتبع لآثار الصحابة رضي الله عنه حتى لحق بهم وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك نحن الذين ظلمنا أنفسه فجعلت نفسها من الظالم لنفسها لم تزكيها أما نحن فنزكي النفس ولا نحاسبها وعند ذلك كان لها من الأثر العظيم علينا ضعف ما نحن فيه ونجد أن من ثمار المحاسبة كذلك مقتل إنسان نفسه وإزراؤه وتقليل لعمله فإن هذا يكون سبباً لأننا مهما عملنا من الأعمال والله ما أدينا حق الله حق الأداء ومهما اجتهدنا في الأعمال الصالحة ما أدينا شكر الله فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبداً شكوراً يقف حتى تتفطر قدماً ومع ذلك يقول أفلا أكون عبداً شكوراً مبيناً شكر نعمة الله تعالى عليه فنعم الله علينا تترى بالليل والنهار فلا أقل من أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله تعالى ولا أقل من أن نستعمل الجوارح في مرضات الله تعالى علنا أن ننجو يوم القيامة فيكون ذلك ثمرةً عظيمةً لنا دنياً وآخرة سعادتنا في الدنيا ثم نجاتنا يوم القيامة نقول لأحبتي هنا أمراً أنبه عليه نقل عن بعض من السلف أموراً في محاسبة النفس ولكنها ليست صحيحة وإن كانت ذكرها بعض من السلف ذكروا أن بعضهم وقف مع نفسه وقفة المتأمل اشتهت نفسه معصية قال فجاء بنصباح ووضع إصبعه على النار حتى اشتوت ثم قال لنفسه يا نفس إن لم تستطيع النار على أصبعك فكيف تستطيع إذا أدخلت إلى النار كلية فنقول هذه المحاسبة لم نؤمر بها وليست من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونقل أن بعضهم كان يمشي في الطريق فمرت جاريةً حسنة المنظر فأطلق طرفه فيها قال فلق معينه حتى فقها وقال هذا جزاؤك فنقول هذا لم يكن من هدي سلفنا في المحاسبة بل هذا من فعل الصوفية وليس من فعل السلف في شيء والمسلم الواجب عليه أن يقف مع المحاسبة كما وقف سلفنا والإنسان يحاسب نفسه على جميع عمره يوماً ويوماً وكذلك ساعةً وساعةً وعلى أعضائه ظاهرةً وباطنة يستفيد منها ليوجهها لطاعة الله تعالى حتى يصلح حاله ويصلح في مآله فيستفيد من هذه المحاسبة وهنا أسئلاتٌ كثيرة أنقلكم إلى كتبٍ كتبت في المحاسبة الإمام ابن الطيم رحمه الله تعالى تكلم عليها بكلامٍ بديع في كتابه إغاثة اللهفان وتكلم كذلك عليها بكلامٍ عظيم في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول وكذلك تكلم عليها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وإن كان عليها ملاحظات في ذكر قصصاً لا تصح ولا ينبغي الاستفادة منها كما ذكرت لكم شيئاً من القصص الذي لطم عينه أو غيره فجاء بمجاهداتٍ لا دليل عنها وكذلك ابن قدام في مختصر منهاج القاصدين ونجد كثير من كتب السلف تكلموا عن محاسبة النفس نظراً لأن النفس تحتاج إلى شيءٍ من التربية ومن التوجيد فأصبحت المحاسبة هي صلاح النفس وثمرة المحاسبة استقامتها النفس على دين الله تعالى والتوبة تعتبر من أعظم ثمار المحاسبة فإن كنت أخي المسلم ممن تترك صلاة الفجر فعود إلى الله تعالى بالمحافظة عليها إن كنت ممن يجلس للنظر إلى الحرام فتب إلى الله وارجع إن كنت ممن يملأ وقته بالغيبة والنميمة ونهش أعراض الناس فارجع إلى ربك رجعةً صادقةً تنجو في الدنيا وفي الآخرة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحاسبون أنفسهم ويستفيدوا من تلك المحاسبة يوم القيامة اللهم إننا نسألك أن ترينا عيوب أنفسنا حتى نسعدها ونرجع إليك اللهم إننا نسألك أن تقصر أنفسنا على طاعتك اللهم استعملنا في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها اللهم إننا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك ونسلِّم ونسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه شكرا شكرا شكرا